ادفق له بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري الحقوق وسته باب ما فيهوش امل مش اي حد تتصدقوه يعني طول ما وششكو سمح ناس بتزل الناس مسامح اللي عاش على راسه بطحه هو ده اللي استغربه اللي لسه مجاش نصيب بكرة يبقى معه حبيب واللي سبك عادي سيب والفراء استعجبه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا لو اول مرة تشوفي القناة انا صارا زي بصراح اشتركي فيها وفعلي زر الجرس ودوس على كلمة الكل عشان لما نازل فيديو جديد يجي لك اشعار دي على طول يلا بقى ازبيتي حضورك بلايك بقى ستريع واني يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما انتم شفتوا اول حاجة عملت ايه اه غسلت السلك بتاع والشباك هو بصراحة يعني كان آآ يعني مش متوسخ قوي بس حبيت ان انا اعمله برضو وعندي الشفات كهان بجد بقى له تقريبا شهر ما تغسلش بص انتم هتشوفوا اصلا انا هون آآ فكت بقى كده جزء جزء في الشفات وعندي بقى باور ده باور ده حلو جدا وهنا اصلكنت باخد منها الصابون آآ عشان ايه دي خلاص بقى يعني بازت خالص آآ وحبيت ان انا ايه اخسله كده من الدهون على فكرة باور ده حلوة قوي 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 بيسيح اي دهون ومش بتعوضي تدعاكي كتير وكده يا دوبك انتي بتروشيه كده خمس دقايق بالضبط وبتلاقي كل حاجة آآ بتسيح كده والدهون فعلا فعلا بتروح ويا دوبك حاجة بسيطة قوي دعكة بسيطة زي ما انتم شايفين كل حاجة بتنضف آآ بصي انا بحب ان انا استخدم السلك اللي هي اللي هي السيل دي بتبقى حلوة قوي وبعد كده بقى بعمل بالسلك العادي بصابون كده عشان اتدي له اللمعة كده ويبقى نظيف آآ لازم لازم نهتم جدا بالمطبخ المطبخ ده يعني اساس البيت آآ هتعملي اكل لازم الدنيا تبقى نظيفة حد جالك انت تبي واقفة واقفة نفسية مرتاحة آآ الدنيا عندك يعني متزبطة والدنيا عندك نظيفة مفيش حاجة مكركبة مفيش حاجة متوسخة آآ ما تحطيش كل حاجة فوق دماغك ولسه هعمل ولسه هسوي لأ خالص آآ طبعا عشان رمضان طبعا داخل وكده والله من غير رمضان مفروض كلنا نعمل كده بس انا بتكلم عن الناس اللي اصلا مش بتعمل حاجة بتبقى تعبانة كسلانة آآ يومها بتقول يومي مفهوش بركة فانت لو كل يوم اخدت حاجة هتخلصي انا كل ده الحمد الله في فضل ربنا آآ عملت كل ده في يوم واحد استغفاري كتير ربنا هيقويكي الاستغفار ده يعني بجد اهم حاجة في يومك آآ عودي استغفاري يصلي على الرسول مية مرة لو تقدري آآ مش عايزة اقول لكم يعني اكتر من كده انا بقول لكم اللي انا بعمله آآ علي افضل بالصلاة والسلام اعملي كده آآ هتحس بروحة نفسية مش طبيعية هتحس ان في حاجات كتير قوي بتزهر لك قدامك ربنا بيصدر لك امورك آآ حاولي تعملي كده الاستغفار بجد مهم جدا آآ بصوا زي ما انتم شايفين ما شاء الله الشفوات بقى زي الفل انا بصراحة بحب ان انا فكه كله واخسله كل الجزء فيه كده يتغسل بس كده طبعا انا اتبهدلت زي ما انتم شايفين كده بس عادي يعني انت بقى حاولي لو انت بتنظافي وكده ما تخليش ابدا ابدا آآ جوزك يشوفك وانت متبهدلة كده لا لا خليه دايما يشوفك كده برانسيسا يعني البتجاز بقى كنت عاملاله حاملة تنظيف يعني كانت رهيبة هسيب لكم بردو اللينك بتاعها في صندوق الوصف آآ بصوا عايز اقول لكم بقى ساعات بيبقى حد مسلا استخدم البتجاز غيرك آآ جوزك بقى بيعمل قهوة القهوة اتدلقت عارفين انتم الحركات دي آآ بصوا ده خلاص الفايل ده حبيت ان انا شيره وكان متبهدل بقى لقى اسبوع بصي بتعملي ايه هي بالزبط القطعة دي اللي انا بحتاجها تمام وبتقصيها اربعة اربعة وبتقضي معاكي عيون البتجاز كلها آآ لازم تشيل يعني البتجاز عشان بتلاقي تحت تحت البتجاز كده تحت العيون بتلاقي بقايا من الاكل يعني حاجة فارد بقى منك من جوزك آآ اي حد استخدم البتجاز عندك فضروري اللي انت تشيلي العيون وعلى فكرة الفايل ده بيرايح جدا 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 لما انت بتخسلي بقى العيون بتبقى بصراحة ما فيهاش اي حاجة بس كده ولميت بقى الصابون زي ما انتو شايفين وآآ بغلف بقى الايه الفايل بقى وكده العيون بالفايل تاني بجد بيبقى فيه راحة كده لما بيكون الدنيا كلها نظيفة البتجاز الحيطان آآ الشفات كل حاجة لما تكون نظيفة بصي راحة نفسية كده مش طبعية مش لازم ننسي تعملي في مناسبة ولا تسبيها من السنة للسنة والكلام ده في ناس بنظفهم العيد للعيد لأ صعب قوي لأ انسي قومي تشجعي كده وخلصي كل الوراقي في وقت ليل قوي والله لو انسي عندك اكل اليوم ده قولي اليوم ده هعمل حاجة تانية هنظف حاجة هرتب حاجة آآ ده وليه بقى بدايب اي حاجة بصني دي بغلفها خالص لان مش بس تخدمها فيها مشكلة آآ العين بتاعتها بتهب كده فعايزة ان شاء الله بقى اجيب آآ حد يعني بتاع بتجايز يشوف هالي وهنا بقى بشيله كده بالشكل ده في البوسكت على طول وبغلف العين كده زي ما انتم شايفين والزيادة بيتقصب المقص وبعد كده بركبها طبعا لازم تقطعي الجزء اللي انا هقطعه قدامكو ده عشان الغايز طبعا آآ بس قلت بقى اغلف دي دي بقى عندي فيها مشكلة مش بتتشال خالص بصي بشالها بالشكل ده وانتي بالزبط بتحطي آآ العين فوقيها بتديك نفس المقص اللي انتي عايزتي يعني بس ولا هنقص بقى بمقص ولا سكينة ولا الكلام ده خالص اهي بقت امراية وزي الفل اهي بس كده سهلة جدا حتى بجد بيخلي آآ شكل البوتاجاز بتاعك كده شيك كده ونظيف آآ حاولي تعملي كده وآآ غيري في البوتاجاز شوية حتى ليك انتي كراحة نفسية والازاز زي ما انتم شايفين هو نظيف بس طبعا لازم يعني كل ما يجي اخسل البوتاجاز لازم آآ اعمله معي عشان ما يبقاش فيه دهون كده آآ بشوف بوتاجازات مش بتقفل من الدهون صدقوني والله بجد آآ صعب قوي لأ خلي بوتاجاز بتاعك دايما نظيف بس كده ورحت هنا بقى ايه لمة الصابون كده ايوه شو في نفسك كده في الازاز بتاع بتاع البوتاجاز الدنيا بجد بتبقى احلى وانضف كتير وهنا بقى ايه خلاص قلت بقى اديه لمعة كده اخيرة وطبعا آآ عندي هنا كان العين دي بس كان مدلوء عليها قهوة قلت بقى اخسلها كده عشان ما تكومش بقى ايه العيون تتوسخ كلها وكده بس بقى ما شاء الله جميل جدا والحوامل برضو كنت غسلاهم من اربعة ايام فالحمد الله آآ كان الدنيا ايه نظيفة بس كده وازاز البوتاجاز بالجلانس كده وبتديره لمعة هو نظيف وزير فل بس لو انسي طبعا فيه دهون او حاجة بتعمليه الاول بصابون وبتلميه واول ما بينشف بتعمليه بصدي بقى كان فيه هنا حاجات كده على على المطبخ آآ قلت لأ لازم اخسل المطبخ معاكم عشان برضو ايه آآ تتشجعوا كمان انتم كمان وتقوموا بصوا بقى آآ المقابد بتاعت الدورف كتير كتير بيكون فيها حاجات احنا مش شايفينها ايه ديكي بقى منت بتعمليه الاكل عايزة تسحبي بقى تجيبي شعريك تجيبي حاجة فدايما دايما اعمليها لان فعلا بتفرق جدا بصي انا هنا بستخدم برضو السلكة طبعا حبيبتي السيل بتنظف جميل جدا والفرشة دي بقى توحفة جدا آآ اي حاجة مش عارفة ايه دك تجيبها او سلكة بجد بجد بتطلع اي رواصب او او ساخ او كده في الجزء اللي انت عايزة تشاليه بقى آآ حفرة كده صغنانة حاجة كده في الالاموتال بصوا ما شاء الله بقى يلمع بس كده آآ بخسله بقى ايه ولا اي حاجة عايزة جدا صابونة الموعين بس كده وبيبقى زي الفل بصوا بقى الاحرف دي بحب ان انا عملها بالفرشة بصراحة بيكون فيها حاجة كده يعني نقطة سودة سواد فلازم ان انت تنظفيها اول بول اهو زي ما انتم شايفين كده انا هنا آآ الدراف الفوق كانت نظيفة اللي تحت بس بصراحة كانوا يعني شوية كده عايزين يتنظفوا بس قلت بقى ان انا اخسلهم وبالفرشة برضو الاحرف كلها بتطلع الفرشة دي بكام الخمسة تقريبا كانوا باتنشر جنيه يعني مش غلية وبتفضل معيك بقى بصراحة وقت طويل يعني بس ودايما طبعا تبقي بنظفة كده المطبخ بتاعك ومرتباه آآ من جوة ومن برا آآ نظافة بيتك من نظافتك انت لما تعملي حاجتك هتحس ان انت مرتاحة والمطبخ ده اهم حاجة اهم حاجة في البيت كله المطبخ والطايلة يعني اهم حاجة يبقوا ايه يعني يبصوا ولا في بقى بكتيريا ولا حاجة بايزة ولا واحدة ناسيالي اكل بقى بايز آآ بس وهنا بقى ايه عندي واحدة كده بين الحوت وبين البوتجاز قلت برضو ان انا عملها برضو زي ما قلتلكم يعني بجد الفرشة بتنظف جامد والاااا الستيل حلوة قوي وهنا بقى خلاص كنت خلصت بقى الحمد لله وطبعا لازم بقى تغير هدومك كده وتبقى برانسيسة كده في نفسك زي ما انا قلتلكم آآ كنت هنا بقى نازلة قلت بقى ايه آآ اركب معاكم الشفات بعد ما نشف لازم ينشف خالص بتاخذي بالك طبعا من الكهربة وكده هنا بقى خلاص انا قفلته وركبته زي الفل بس وكمان هشغله لكم بحب بصراحة بما نشوفه مضيف كده سمعين صوته ومشاء الله اللهم بارك اعملي كده ونشاطي وكمان عملت لهم حاجة حلوة بقى لما رجعت بقى من برا بصوا بقى نبدأ بقى كنت جايبة هنا فراولة اتنين كيلو غسلتها طبعا كويس قوي وبعد كده آآ معايا برطقانتين واربع كيوي وفراولة كده واي فكهة عندك تفح بقى كنتلوب اي حاجة آآ هبقى نزل لكم آآ المشتريات ان شاء الله في فيديو جاي عايز اقول لكم الفكهة يعني مش لازم يبقى معايا فلوس كتير اشننزل اجيب فكهة انا جبت شوية فكهة بخمسين جنيه جبت كيلو 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 وهكذا بس كده آآ اشارت هنا كنتلوب وهقطعه بقى كده بصي يعني على قد متقداري اعملي آآ اعملي شرايح رفيعة كل الفوايكه خليها كده تمام قطعت كده كنتلوب زي ما انتم شايفين والتفاح طبعا بتنظفيه من جوه طبعا مخصول بمية وخل حاجات دي كلها وبرده هقطعها شرايح كده بصوا آآ بصت هي دي تورتة فواكه الجلي تمام بس انا مش هكطر بصراحها جيلاتين آآ لان انا عندي الولاد مش بيحبوه فيا دوبك انت لو عايزة تخليها شفافة اوي 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 حطي اربعة كياس اربعة باكت من الجيلاتين تمام آآ فاهميني طبعا بتحطي اربعة باكت من الجيلاتين اللي انا هورهلكو دلوقتي لكن انا كنت حبة ان انا ايه لأ يعني خليها ماسك كده وتبقى ساعة مع ملهش بجيلاتين الاول طبقة كده كويسة اوي من الجيلاتين لأ بس وهنا كمان قطعت الفراولة الفراولة طبعا في السوق ورخيصة جدا بعشرة جنيه كيلو فحاولي ان انت طول ما الموز من الفراولة شغال هاتيها لولادك واكريها آآ اعمل له معصير حطيه فاكهة كانت لوب اي حاجة وهنا بقى قطعت الكيوي البرتقانوية ومعايا موز كمان حبيت ان انا قطعه كده حاولي تكبري منه شوية ما تقطعهش كده ايش رايح رفيعة الموز لان الموز بيتهري تمام برضو استخدمت اتنين مش اكتر بصوا اي فاكهة عندك اي فاكهة يعني ما تقفيش مش لازم اعمل فاكهة زي ما صارع عملت لا اي فاكهة عندك في الثلاجة هنا بقى ضفت اتنين كده كوبايتين من المية واما كوباية من السكر انا مش عايزة زود جيلاتين انت لو عايزة بقى زودي ضع في الكمية دي على باكت تمام دول بقى آآ عشرة جرام من الجيلاتين ماشي انا بقى هضيف مع لقتين بس انت بقى لو عايزة تعمليها تقيلة قوي حط الباكت كله تمام انا ضفت بس مع لقتين من الجيلاتين النباتي ده آآ الكيس منه بيتباع آآ جايبان العصيم آآ بعشرة جنيه يعني ويا دوبك هتقلبي كده بص انه كنت عاملة كيكا دي قبل ما نضف البوتاجاز تمام بس كده وحبيت بقى ان انا ايه هنا لازم تضيفي بقى زي ما شفتوني كده اضيف القاعة بتاع الحلة اضيفيه جيلاتين تمام وبرست كده بعمل وردة كده كبيرة من الايه الكيوي ابدائي بالكيوي عشان القاعة تبقى ايه مليانة كده وبعد كده فراولة بس كده وكل طبقة بقى تضيفي عليها ايه جيلاتين وهكزا طفاح هتروسي كل الفاكهة بتاعتك اي فاكهة عندك ما تقفيش على حاجة خالص بجد بس كده تمام فراولة بقى كيوي بصوا انا كل طبقة باضيف كباية من الجيلاتين وضروري الجيلاتين يعني وهو ساخن كده ما تخليهش يبرد عشان لو برد هيمسك هيعمل زي الجلي كده بس كده كل طبقة هتضيفي آآ كباية من الجيلاتين بس كده اخر حاجة بقى هضيفها البرتقان هقطعه كده شرايح واضيف آآ اخر حاجة وبعد كده هضيف كل الجيلاتين الباقي عندي فوق الوش كده بس زي الفل بصوا بقى انتوا عايزين الجيلاتين تبقى طبقة كبيرة زودوا بقى ضعفوا كمال انا قلتلكوا عليها وحطيتوا بقى في الفريزر وهنا بقى هعملت القاعدة اللي هي الجلي آآ معي عصير فراولة ضربتها كده بالهند بلندر وبعد كده وضفت كده معلقتين من الجيلاتين وآآ تلات معالق سكر وضفتها برضو على النار بس كده وبقى زي الفل وضفت كمان على النار آآ جلي لو انت عندك يعني بس كده وضفتها زي ما انتم شفتوا ووصبتها في الفريزر برضو ساعتين وقلبتها بالشكل ما انتم شفتوا ده بجد حلوة قوي عجبت الولاد جدا 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 جربوها هتعجبكم قوي 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 آآ يا رب الفيديو كنا لإعجابكم ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته